أفية جانب الأمني من المتغيرات في صلاح الدين أكدت مصادر أمنية وعشائرية سقوط خمسة ضحايا ومصابين بينهم مدير شرطة ناحية السجلة بقضاء الدجيلة مشددة على ضرورة التأكيد على أساس الخلاف العائلي وعدم وصفه بالنزاع العشائري لتأجيج ردود أفعال في المكان غير الصحيح المصادر وضحت أن النزاع وقع بين أولاد العام في قرية ألبو نصيف التابعة للقضاء جنوب صلاح الدين بسبب مشكلة عائلية على أرض ما أسفر عن سقوط ثلاثة ضحايا أبرزهم العقيد محمد علي إبراهيم الخزرجي مدير شرطة ناحية السجلة وذلك قبل نجاح الجهود في تهديئة الموقف بشكل نهائي